سلام لبنات كديرين لبس عليكم أمركم مزيانة صحيح تكون لابس تنتمنى تكونوا كاملين باخير على خير وتكونوا في أحسن الأحوال ومعاكم كيف العادة حبيبتكم وختكم ربيعة الحسنوية في فيديو جديد وبحال اللي تعودتم معايا دائما تنجيب لكم مجربة ديال الوصفات وتحية لأي واحد تيشوف هاد الفيديو واليوم شاء الله جبت لكم هاد الوصفة غزالة منها محبة ومنها جلب المصر وجلب الفلوس من عند الزوج ديالك خصوصا لبنات اللي تعانيوا مع رجالهم من البخل ديال رجالهم وبالسف ديال البنات طلبوا مني في التعليقات يقول لي يا ربيعة عفاك لما نسلي لنا الوصفة ديال الزوج الباخيل هاد هي اللي عتهانيك منه وصفة جامعة منها غتجي لبيه يقول لي يبغيك ويحمق عليك وفي نفس الوقت يخسر عليك الفلوس ويصاف مزيان ويبرك وصفة فينا تطلع بالزربة وخانعية مشكرها مع باش حقها انتم اللي عتجربوها ويتحكموا تبعوا معي يا البنات الفيديو من الاول حتى الاخير وما انسوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد والبنات اللي ما زال ما تابونه وش في قناتي ربيعة روحانية عتلقوا الرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصفة إلا بغيتوا تابونه واحتهي فيها فيديوهات زوينة اللي عتعجبكم ولي عتستفدوا منها بزفزف وبلو ما نطول عليكم هالبنات شنو تحتاجوا الوصفتنا ديل اليومه اول حاجة اناخدوها لبنات تتاخذوا هاد الطاس هذا ولا هاد الحق هذا ديل نيفيا هاد الحق ديل القصدير ديل نيفيا بالنسبة لهاد الحق هذا البنات وخي مكونش ديل نيفيا يكون اي ماركة ديرون موين انه يكون ديل القصدير ميكونش بلاستيكة البنات تاروري يكون احسن خودو نيفيارا هو لي معروف وموجود ورخيص وبزاف دي البنات كيستعملو هاد الماركة هادي ولكنتو تديرو ماركة اخرى مش مشكل مهم انه يكون قصدير هاد هو الحق اللي عنحتاجو ليه شنو اول حاجة نديروها البنات هاد الحق هاد اللي عنديرو فيه هاد الخدمة هادي تناخدو ريف دي الجاوي ونشعلوه غير بالبريكة ونبخرو الحق دينا اللي عنخدمو في هاد الخدمة ابهد طريقة هادي شعلو اولى احطى فوق البورقة ولا الليل ولا مجيمر ولا اللي كان مهم انكم تشعلو طرف دي الجاوي وبخرو بحلقة الدخان دي الجاوي بخروها هاد قاسة هادي من اللي كان بخروها تاني حاجة نديروها تتاخدو واحد بالنسبة اللي في المغرب رايي اخدو عشرين درهم لبنات اللي في الدول عربية اخدو اي فئة نقدية قدرتو انكم تجلبوها من عند الزوج ديالكم مهم انكم عتحاولو احنا عارفين وباخيل ولكن عتحاولو تاخدو من عندو اه ورقة نقدية اه عملة ورقية بحال هكا اه بالنسبة لنا احنا في المغرب عنديرو عشرين درهم انتم اخدو على حساب اه ما قدرتو اه جيبو عشرين درهم الى ما اعطاها لكم اه خدوها الى ما اعطاهاش لكم عتا تحاولو تاخدوها لي مهم توما تاخدوها من عندو مهم ضروري تكون من عندو هو باي طريقة جيبوها من عندو ما تكونش من جيه اخرى ديالو هو المهم تتاخدو البنات العملة الورقية حال هكا وتتاخدوها وتديروها في الفقاس ديال نيفيا تديروها في الفقاس اللي عددرو فيه الخدمة حال هكا يعني تديرو الفلوس هي الاولى في الحق ديال نيفيا هذي اولى حاجة تديرو تاني حاجة تجيبو الخرقة ديالكن حتي هي البنات هذه محبة اللي محبة والفلوس في نفس الوقت تجيبو الخرقة وتدعموها عالرجل ديالكن انتمو ساكتين ما تدوي وشي لبنات و ما تقرؤوا تاشي حاجة ما تدوي ومعتاشي واحد وما تقرؤوا تاشي قراية نبرمو واحنا ساكتين تتعمو للساق ديالكن انتم ساكتين مبرمو سبعة soil البرمات وانتو ما تطلعوا وما تتقروا اتا شي حاجة من قدمكم حتى الجدر في خدكم تطلعوا وتولي وترجعوا تاني وتولي وتطلعوا وترجعوا تلتحت وتطلعوا حتى تكملوا سبعة ديال المرات بيدون قراءة نفوما البنات بلا قرية وانتوما ساكتين ويلا هدركم شي واحد عتعاودوا من الاول تبرموا سبعة البرمات وانتوما ساكتين وملي تتكملوا البنات البرايم تتاخذوا الخرقة ديالكم وتتسرحوها بحل هكا ما تتسرحوها البنات شنو تتديروا فيها هاد الخرقة هادي تتديروا فيها شوية ديال الجاوي البيض شوية جاوي غير مهرمشها البنات الجاوي هرمشو ويكون شوية حرش وديروا يعني ما تردوش بودر ما يكونش بودر ما تتدقوا شي ولا غبرة يبقوا هكا حجارات ديال الجاوي غير قلال وتتديروا شوية ديال لبزار البيض غير شوية ديال لبزار البيض وإلا كان عندكم نصر ديروا ما عندكم مش مش مشكل شوية ديال وايقات ديال نصر إلا كان موجود ولا مشيتوا عند العشاب وشريتوا هاد الشي تجيبوه معاكم ما تنش عندكم ماشي مشكل ما تنش عندكم في الدار ماشي مشكل سافع البنات وكتجمعوا الخرقة على هاد المكونات تجمعوا الخرقة ديالكم وتتجيبوا قاس ديال نيفيا وللحق الحق ديال نيفيا وتديروا الخرقة بحال هاكا إلا كانت عندكم اللبنات الخرقة كبيرة نسيت مجدلكم ش handmade إلا كانت عندكم الخرقة كبيرة ديروا طاسة كبير ديال نيفيا كانت الخرقة غير صغيرة ديروا طاسة صغيرة ا somehow carry away بحال يكفيهم إلا كانت الخرقة كبيرة مين الاحسن خدمو بيها ولكن خس ها الطاسة اللب lash bell want to work whole صافع البنات من الكاتديروا هاد المكونات هادو تجمعوهم في الحق و تتسدو عليهم القاس ديالكم و شنو كتبقوا تديروا هالبنات قدوا تاخدوا هاد القاس هادا كل نهار غتاخدوا فين ما تلقوا الوقاية اللي غتكون مناسبة لكم غتاخدوا طريف ديال الجاوي وتبخروا به هاد الخدمة هادية تبخروا الطاس ما تتحوش هالبنات هكا مسدود غتشعلوا طريف جاوي غير بالبريكا البنات اللي عندهم كيفاش يديروا شاعلوا مجامر ماشي مشكلة يشاعلوا مجامر و البنات اللي ما عندهم مشكلة يديروا غير البريكا البنات شاعلوا طريف تعجاوي و حطوه و بداوا بحال هكا تبخروا في هاد القاس من هنا يا من تحت و من هنا من الفوق هال هكا بخروه مزيان هاد العملية هادية ما تتساليوها ما تتساليو التبخر تبخروا إلا كنتو كتخبزو في الفران إلا كنتو يوميا تتشعلوا الفران تتخبزو فيه غتسخنوا هاد القاس هاد احدى تفاو الفران لتفاو الفران دخلوا هاد الحق و حطوه يسخن يعني ضرور يخصو يسخن مباشرة من امور تبخروا بجاوي و دخلو الفران البنات اللي ما تتخبزوش في الفران كل نهار غادي تتشعلوا الفران على وديت هاد الخدمة هادي ولكن البنات ما تدخلوش طاس و الفران شاعل ما تدخلوش هاد الحق هاد و الفران شاعل طفاو الفران سخنوهم زيان و طفاوه من اللي يطفع عددخلو هاد الحق هاد و من يدخلوها البنات ما تكونش حرارة كتيرة يعني ديرو بحسب انه ما يتحرقش غير انه ما يتحرقش يعني ديرو بحسب انه يسخن فقط يعني تكون الحرارة موين دي الفران ثم اللي تخبزوها البنات خليو حط الحرارة تتولي موين تتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة المهم ان هاد التاس هاد يسخن يعني هاد الخدمة هاد تسخن هاد الخدمة تنسخنوها لمدة سبع ايام سافي كل نهار تنسخنوها كل نهار ملي برد الفران سافي جبدوها خبيوها لغت لي تاني سخنوها و اللي وحيدوها ملي برد الفران لغت لي سخنوها سبعة ديال المرات يعني مدة سبع ايام و حتى البخور على البنات راه سبع ايام كل نهار تبخروه بجاوي عاد دخلو الفران. وصفية لبنات النهار اللي تتكمل سبعيام تتاخدو هاد الحق هادا وديروه في شي محابق عندكم. البنات اللي زارعين المحبق دفنوه في المحبق وغطوه عليه. البنات اللي ما عندهمش غادي تديرو شي فاز ولا شي حاجة وتدخلوه في ذاك الفاز وتردموه عليه لأنه ديال دوامة لبنات هاد الخدمة هادي راها ديال الدوام ما تعاوديش تجدديها. بفوما البنات بفنوه في فاز وغطوه عليه بالقبص ولا بسيمة وخليوه وحتى المحبق اللي درتوه فيه تهوا غطيوه بسيمة يعني بصيفة نهائية البنات باش تهنوا منو من البخ لليالو وتقعدو ليه حتى المحبة وحتى التهيج وصفة فينه 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 غزالة للجلب والتهيج والمصعف ويعطيك الفلوس ويبرعك تنتمنى هاد الوصفة هادي تكون عجباتكم إلى عجباتكم ما تبخلوش ليا باللايكات وما تنساوش الاشتراك في قناة رابعة الروحانية اتلقوا الرابعة ديالها في صندوق الوصفة حتى هي نزليكم فيها ان شاء الله فيديوهات غزالة 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 وما عمقاش حبسة فيها التنة والبنات الجديد وهاد الشي اللي كان في هذا الفيديو وشكرا لكم كاملين التتابعات انا حمق عليكم كاملين البنات وبسلام عليكم وتحية لكم نتلقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله اشتركوا في القناة